الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بمكون جغرافية المفيد في الاجتماعيات طبعا الدرس الرابع إذن كما ترون مميزات وطني الحرارة والتساقطات وتمثيلها أي تمثيل الحرارة والتساقطات أمهد أهداف تعلماتي أتعرف معنى المناخ وما يميز عن الطقس أصف طقس اليوم من حيث الحرارة والتساقطات والرياح انطلاقا طبعا من نشرة جوية أكتشف كيفية تمثيل الحرارة والتساقطات إذن أمهد تعلماتي ألاحظ التغيرات في الأحوال الجوية يوميا وأتابع حالة طقس في النشرة الجوية عبر شاشة التلفز ألاحظ أيضا أن هذه التغيرات تحدث طبعا من فصل إلى آخر خلال السنة في وطني ويعبر عنها طبعا بالمناخ فما معنى المناخ وماذا يميز عن الطقس وكيف أصف حال الطقس من خلال نشرة جوية وما هي طريقة تمثيل الحرارة والتساقطات طبعا في ميان إذن نشر على بركة الله أتعرف هنا معنى المناخ وما يميز عن الطقس لاحظوا العنوان مشاهد لأحوال الجوية خلال فصول السنة إذن المشهد الأول يبين لنا أن أمطار غزيرة طبعا إذن فهو يعبرنا عن فصل الشتاء وهنا نلاحظ الأرض مخدرة شفوا لاحظوا الأعشاب مخدرة الأرض شجاره مورقة فهذا يبين أنه فصل الربيع هنا الجو صافي نعم طبعا فهذا يعبر لنا على فصل الصيف وهنا نلاحظ الأوراق متناثرة أو متساقط على الأرض إنه فصل الخريف إذن قال لك ألاحظ الصور وأصفه حالة الجو معبر عنه في كل صورة نعم وأحدد الفصل المناسب إذن قلنا هذا فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف وفصل الخريف أحددنا أستنتج ما يطرعه من تغييرات على الأحوال الجوية خلال فصول السنة إذن ما نستنتجه هو هناك تغييرات كبيرة جدا تطرعه طبعا خلال فصول السنة فطبعا تكون هنا مثلا الجو دافئ أمطار وجو دافئ هناك تكون حرارة مرتفعة طبعا تكون تقص حار إذن هناك تغييرات كبيرة السعين بفقرة أنمي معجمي أستنتجه المصطلح الذي يطلق على تغييرات الأحوال الجوية خلال فصول السنة إذن نعم المناخ هو وصف للأحوال الجوية المتعاقبة على منطقة لمدة زمنية طويلة من حيث الحرارة والتساقطات والرياح إذن شنه هو المناخ هو الأحوال الجوية ولكن يوصف لنا الأحوال الجوية المتعاقبة على منطقة ولكن لمدة زمنية طويلة إذن فهنا طبعا تبيلنا أن أستنتج المصطلح الذي يطلق على هذه التغييرات هو المناخ إذن هذه التغييرات تسمى المناخ لأنها تتعلق بفترة زمنية طويلة في حين الطقس هو حالة جوية معينة خلال يوم واحد إذن فهو حالة جوية من حيث الحرارة والتساقطات والريع ولكن فهو ليوم واحد نعم هنا قلنا فصل الشتاء طبعا الربيع الخريف أوراق متناثرة فصل الصيف سماء صافية طبعا هنا الشاطئ أرض مخدرة الأوراق طبعا الأشجر المريقة إنه الربيع وهنا أمطار غزيرة جدا فهو فصل الشتاء نعم نكمل أتعرف معنا الطقس أتعرف معنا الطقس لاحظوا الصورة الأولى مدينة إفران ثلوج هنا ومدينة طنجة أمطار غزيرة مدينة طنجة وهنا مدينة أقادير طبعا فالسماء الصافية ونلاحظ هنا شاطئ البحر إذن دليل على الصيف أصف حالة جو في المدينة المثالة في كل الصورة إذن حالة جو هنا البرودة جو بارد هنا جو ممطار هنا طبعا جو مسمس طبعا حار هنا حار وهنا يكون معتادل وهنا بارد طبعا هنا أبين لماذا يحمل الأشخاص مضلات في الصورة لماذا يحملونهم طبعا للاحتماء من الأمطار حتى لا تبتل تيابهم طبعا وما يحملون وعرفوا مصطلح الطقس مستعين بفقرة أولمي وعجمي ثم أسنتج اختلاف بينه وبين المناخ نعم نعود إلى قنا المناخ ووصف الأحوال الجوية المتعاقبة لمدة زمنية طويلة من حيث الحرارة والتساقطات وتبرية الطقس هو حالة جوية من حيث تساقطته لكنه خلال يوم من خلال الحرارة والتساقطته طبعا والرياح إذن فهو الفرق بين المناخ والطقس فالطقس يكون خلال يوم واحد بينما المناخ لمدة معينة زمنية طويلة نعم نعود هنا أتعرف كيفية توزيع الحرارة والتساقطات في وطني نعم إذن هاي توزيع الحرارة والتساقطات في المغرب ثم نشوف المفتاح كيف نفعنا مزيان مناطق ممطرة أو شيء جافة مجال مناخ متوسطي هو هذا ثم مناطق جافة مجال مناخ صحراوي هو هذا هنا التساقطات طبعا المطارية وهنا مناخ الحرارة في يناير متوسط الحرارة في يناير اللي هي عندنا هنا 12 طبعا في يناير متوسط الحرارة إذا كانت أقل من 12 كيف تكون بروضة ولكن كانت 18 يكون حار متوسط الحرارة في يوليوز حالا عندنا هنا 22 كذا أكبر من 22 فهو كنقوله أكبر من 22 فهو حار جاف وأقل فهو طبعا معتدل الارتفال صحيح في البرح ثم هذه الرياح دافئة أو ممطرة هي هذه هاي طبعا جات في الناس في الشمالي ثم عندنا الرياح حارة وجافة جات في المنطقة الجنوبية هذا قرينا الخريطة الآن أصف كيفية توزيع الأمطار بين شمال المغرب وجنوبه نعم نلاحظ أن في الشمال وجود أمطار غزيرة طبعا هنا بينما في الجنوب انعدامها قلتها أو انعدام الأمطار في الجنوب إذن طبعا تنخفض الأمطار كلما اتجهنا نحوها الجنوب والسبب هو هذا عندنا هنا رياح طبعا حارة وجافة وهنا عندنا رياح ممطرة وطبعا دافئة أتتبع معدلات الحرارة خلال شهر يناير طبعا الطانجة وإفران العيون ونقوله حالة جو إذن لمن الطانجة وإفران العيون معدلات الحرارة في شهر يناير شهر يناير هو هذا هو الفوقاني إذن لاحظوا لي طانجة عندها شحال عندها 12 قريبا 12 فاصيلة وطبعا معتادل لأننا عندنا في المفتاح المتوسط سيكون 12 إذن فهو معتادل إذا كان الإفران كان لديه أقل 6 فاصيلة إذن فهو بارد وإذا كان العيون لاحظوا العيون لدينا 15 فاصيلة 8 فهو فات المعدل متوسط الحرارة اللي يناير اللي هو 12 فاته إذن فهو يتسمى حار حار نعم أتتبع مدة الحرارة لشهر يوليوز في نفس المدن ونقول الحر يوليوز أولا شفودي اليوليو وشنو عدنا متوسط هو 22 بشور طانجا طانجا عدد 22 إذن فهو معتادل بينما إفران عندها تقريبا 21.3 إذن تهو تقريبا معتادل إذن هو 22 ولبشينا العيون فكلقا عنده 24 فهي 24 فاصيلة إذن فهو طبعا حار حال الجو حار نعم السعين بفقرة أغني مكتسباتهم أحد نوعية المناخ في وطني ومناطق امتشار كل واحد منهما بالمغرب نعم نوعية المناخ إذن لقلنا على يوجد في المغرب نوعان من المناخ الأول ينتشر في القسم الشمالي ومن المغرب ويتميز بوجود فصل شتاء كفه ودافئ وممطر وفصل الصيف حار وجف ويسمى المناخ دوسطي والثاني ينتشر في القسم الجنوبي من المغرب ويتميز بالحرارة مرتفعة والجفاف طول السنة ويسمى بالمناخ الصحراوي إذن المغرب ينقسم طبعا دوسط المناخ ديره إلى جوج مناخ طبعا متوسطي وهذا يتميز بالاعتدال شتاء ومطار معتدل شتاء وحار في صيف وعندنا مناخ صحراوي مناخ صحراوي يتميزه طبعا بقلة تساقط عن عدمها والمناخ حار وجاف نعم نمر إلى النشاط الموالي هنا أتابع حالة طقس خلال اليوم طلاقة من النشرة الجوية سأقرأ النشرة الجوية من محطة أرصال الجوية بالضرب إذن النهار هو الطقس يتعلق بالخاميس سعود يناير 2020 نعم سعود يناير 2020 نشوف هنا المفتاح معدل الحرارة اليوم 22 لاحظوا هذي غائم هذ الرمز قليل غيوم هنا مشمس هنا زخات مطارية هنا ممطر هنا ضباب هنا زوابع رملية هنا عاصفي هنا عواصف رعدية أشتغل على الخارطة اللي هي الوثيقة هذه هذه اللي درنا عليها قلنا شنو أستخرجوا تاريخ اليوم معني بالنشرة وأعرفوا بمحطة الأرصال الجوية اعتمادا على فقرة أنمي معجمي أولا تاريخ تاريخ اليوم هو هذا الخاميس سعود يناير 2020 نعم ونعرفوا شنو هي محطة الأرصال هذه محطة الأرصال الجوية هذه منشآة تقوموا برس الحالات بحالة طقس اليومية والتنبؤات توقعات الجوية المستقبلية نعم إذن هذه منشآة محطة الأرصال الجوية منشآة تقوموا برس الحالات الطقس اليومية والتنبؤات الجوية المستقبلية نعم المعدل حرارة اليومية هو نحصل عليه بجمع أعلى درجة الحرارة مسجلة في اليوم وأدنى نقسموا على جوج أعلى حرارة زائد أدنى حرجة على إثنان نعم وأستنتجوا كيفية تدرج من الشمال إلى جنوب الحرارة إذن لاحظوا ميناء الشمال عدنا 15 16 هنا عدنا 21 إذن ترتفع درجة الحرارة كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ترتفع درجة الحرارة كلما ارتبعنا من الشمال إلى الجنوب نمر إلى النشاط المهم بالزاف هو أكتشفوا كيفية تمتيل الحرارة وتساقطات نعم أتعرف جدول الحرارة وتساقطات في مرصد الرباط وأكتشفوا طريقة تمتيل معطياتها هذا مرسط الريبة في 2013. فصل الشتاء ، فصل ربيع ، فصل الخريف ، فصل الصيف ، ثم فصل الخريف. فصل الشهر هو ينير بريمارس ، فصل ربيع ، أبريل ، يونيوم ، والصيف يوليو ، زغوش وتنبير ، والخريف أكتوبر ، نوان بيرد و جنبير. لاحظوا معدلات الحرارة الشهريات. فصل الشتاء ، الخريف ، فصل الصيف ، ثم الخريف ، ثم هذه كمية تساقطت بالمليمتر ، لكل فصل ، نعم ، هناك كثيرة ، هناك فصل الصيف ، تكون قليلة جداً أو منعدمة ، ثم فصل العام ، أقرأ جدوى الوثيقة خمسة ، وأقارن بين فصول السنة ، من حيث معدلات الحرارة ، وكيف تساقط؟ نعم ، لاحظوا هناك الحرارة معتادلة ، فصل الصيف ، فهي حرارة طبعاً مفرطة ، يعني هناك فصل حار ، بينما تساقطات في فصل الشتاء ، تكون كثيرة ، وهنا تقريباً منعدمة ، شيء منعدمة ، هي جوج مليمتر ، جوج إلى عشرة ، نعم ، هنا أعرف بمصطلح الحرارة والتساقطات ، نعم ، الحرارة هي حالة الجو من السخونة والبرودة والدفء في منطقة معينة ، ويقاص بجهاز المحرار ، ووحدة قياسه طبعاً هي السيلسيوس ، سيلسيوس ، ثم تساقطات ، تنشأ التساقطات بفعل انخفاض حرارة الهواء ، المحمل بخار الماء ، وتكتفه ، وتحوله إلى حبيبات مائية ، تتخذ طبعاً شكل سحب ، وتقاس الأمطار طبعاً بجهاز الميمطار ، وحدة قياسه الميليمتر ، يعني 1 مليمتر يساوي 1 لتر من الماء في المتر مكعب ، نعم ، هذا بالنسبة للحرارة والتساقطات ، أصف الشكل الهندسي لكل محور من المحاور الثلاثة في الميان ، يجب ما يحمل هذا المحور العمودي ، الذي يحملنا سلم الحرارة ، وسيقول أنه كل سنتيمتر في 5 درجة سيلسيوس ، هناك 5 درجة سنتيمتر واحد ، يحمل المحور يوضح 5 سيلسيوس ، وهنا هذا المحور التساقطات الذي يكون عمودي ، يقول أنه 1 سنتيمتر في 10 مليم ، وهذا المحور الذي يعمل أفقي ، يمكننا شهر السنة اليوم 12 من يناير تال دوجنبير هاي مكتوبة هنا لدينا محور عمودي يحمل سلم الحرارة من قياس 5 لكل سنتيمتر ومحور عمودي آخر يلتساقطات يحملنا أنه سنتيمتر 10 مليمترات ثم محور الثالث ها هو طبعا النظام الحراري السنوي هذا النظام الحراري السنوي هو عبارة عن منحنة طبعا يكون منكسر وعبارة عن أعميدها الآمطار التساقطات كنتم اضيعه اعميدة بينما الحرارة بنحنة وبعبارة عن منحنة بينما اعميدة نعم اتبين كيفية تمتيل معدلات الحرارةением التي تم تتساقط الشهری لما يسمي الشهور الجافة وشره الممطرة فالشهور الجافة هو منكي منحنا فوق الأعميدة من هنا فوق الأعميدة أحتل هنا إذا الشهر هم ماي يونيو ويوليو وغشت والشتنبير لأن المنحنة وهذا أصبح فيathlon عندما يكون المنحنة الحرارة فوق الأعميدة سيكون الشهر بدично شهر جيفر مهاي يونيو يوليو كالشتنبير بينما الشهر الأخرى لا تعتبر شهر جيفر هنا طبعا قالوا أن أقوم تعلماتي أصنف العبارة التالية في جدول من خانتين إحداهم تعبروا عن حالة طقس والأخرى تعبروا عن حالة المناخ يعني نديروا جدول نديروا جدول نديروا حالة طقس حالة طبعا حالة المناخ فمثلا كان الجو صحبا والشمس ساطع في مدينة الرباط يوم الأحد عينها رواحد هنا عرف المغرب تساقطات مهمة وغزارة تلوج سنة أفية 13 إذن لمدة زمانة طويلة فهذا مناخ بلغ سمك التلوج في محطة أكيمدن 30 سنتيمتر يوم 2 يوم 20 فبراير إذن يوم فهذا طقس ألغيت يوم الأحد 12 يناير 2020 مباراة في كرة القدم بسبب تهات الأمطار 12 يناير إذن فهذا طقس فصل الشتاء في المغرب عموًا دافئ وممطر وفصل الصيف حار وجاف إذن هذا المناخ تحدث عن المناخ لأنه فترة زمانية طويلة نعم أعطي فوائد متابعة نصر الجوية اليومية لا تدعو للشاشة بالنسبة لك تلاميذ للسعيدة الجيدة المدرسة فمثلا كان فصل الشتاء فترتداء ملابس صوفية تقن البرودة الشديدة وحمل الميضة الله تهي تقن طبعا من الأمطار وكذلك أهمية نصر الجوية في المستوى الفلاحي ثم كذلك المستوى على تقديد البحر في الملاحة ترجمة نانسي قنقر